اشتركوا في القناة زادت من القصف ولم تتوار على الإطلاق وأكد أن المسيرة الأوكرانية لم تعبر خط التماس في إشارة لالتزام القوات الأوكرانية باتفاقيات مينسك ووفقاً للخبير لم يتبقى لروسيا أي أدوات لزيادة التوتر في منطقة السرع كان الجيش الأوكراني استخدم في 26 أكتوبر مسيرة بيرقدار لأول مرة في منطقة عمليات القوات الموحدة ودمر مدفعاً للجماعات المسلحة غير الشرعية بقنبلة موجهة لقد حطمناهم نفسياً ومادياً لأنهم دأبوا على الاعتداءات كما أرادوا ودون عقاب تصرفوا بعنجهية وثقة زائدة ويثبت هذا بطارية الصواريخ المتموضعة في منطقة مفتوحة وبدون تمويه لقد وصلت عجرفهم إلى هذا الحد إنهم متأكدون تماماً من أن شيئاً لن يصل إليهم ويعكر صفهم أما الآن فإنه سيصل لأننا سندافع عن أنفسنا كجزء من التزاماتنا وقف إطلاق النار يعني وقف إطلاق النار هم لم يفهموا معنى هذه الجملة سابقاً لكنهم الآن سيفهموها بالقوة وفي شأن متصلة علق وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا على تصريحات الخارجية الألمانية بشأن مخاوفة من استخدام الجيش الأوكراني لطائرة مسيرة رداً على قصم أدى إلى تكبد الجيش الأوكراني خسائر وقال إن مدافع الهاوزر الروسية التي دمرتها بيرقدار في دنباس منذ يومين كانت أقرب بكثير إلى خط التماس مما هو مسموح به وهذا ما يجب أن يدركه شركاء أوكرانيا الدوليين في البداية يجب أن نؤكد أن أوكرانيا لم تنتهك أي شيء وثانياً أقول أننا اتبعنا إجراءات الاتصال اللازمة من خلال المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار والتنسيق مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأخترناهم نيتنا تطبيق حق الدفاع عن النفس يجب أن يدرك العالم أن ما قمنا به كان رداً على اقتراب مدفع هاوزر إلى خط التماس وإطلاقه النار على مواقعنا وقتل جنودنا إن هذه الحقيقة تبقى حتى الآن دون تقييم مناسب قالت لورا كوبر نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الروسية والأوكرانية والأورواسيوية إن البنتاجون دعا حلفائه إلى رفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع ضد العدوان الروسي وقالت كوبر إن الولايات المتحدة نقلت بالفعل أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات إلى أوكرانيا وجورجيا الأمر الذي كان بمثابة مثال حي على المساعدة العسكرية لهتين الدولتين وشددت كوبر على موصلة الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية والمساندات الأمنية نريد التأكيد على رغبتنا برؤية جميع حلفائنا قد رفعوا القيود المفروضة على توريد الأسلحة الدفاعية الفتاكة لأوكرانيا لكن العديد من الحلفاء ما زالوا يبقون على قيود بعضها يتعلق ببرامج المساعدة الدفاعية وأخرى تتعلق ببيع أسلحة فتاكة وصف مكتب المدع العام في جمهورية القرن في بيان الحكم الصادر اليوم بحق المتهمين من تتار القرن فيما يسمى بقضية حزب التحرير بموجة القمع الهادفة إلى تشويه سمعة شعب تتار القرن وأكد البيان أن سلطات الاحتلال الروسية في شبه الجزيرة تستخدم أي وسيلة لترهيب الناس وقمع حرية الرأي والتعبير والتضييق على الحريات الدينية وكانت محكمة المنطقة الجنوبية في مدينة راستوف الروسية حكمت اليوم على أربعة مواطنين من تتار القرن بالسجن لفترات تتراوح بين 12 إلى 17 سنة من الضروري الرد على مثل هذه الأحكام لأن سلطات الاحتلال ليس لديها دليل مادي يجرم مواطنين سواء الذين حكموا سابقا أو الذين صدرت بحقهم أحكام اليوم في المحكمة وجه المدعون اتهامات بفقدان مستندين من تسجيلات صوتية لحلقة في أحد المساجد كانت تناقش موضوعات دينية وهذا ليس دليلا على تورطهم في الإرهاب 15 إقليما في أوكرانيا صنفت من قبل اللجنة الوطنية المعنية بتقييم الوضع الوبائي وحالات الطوارئ ضمن المنطقة الحمراء اعتبارا من يوم الغد في ضوء التفاكم السريع لانتشار فيروس كورونا في أوكرانيا وارتفاع عدد الإصابات اليومية التي سجلت أرقاما قياسية غير مسبوكة خلال الأيام الماضية تجاوزت الستة والعشرين ألف إصابة قررت الحكومة الأوكرانية تجديد القيود وفرض تدابير صارمة جديدة لحد من تفشي العدوى فضلا عن فرض غرامة مالية كبيرة على المخالفين من المنتظر انتقال إقليم لوهانسك إلى منطقة الحجر الصحي الحمراء غدا وذلك بعد تسجيل أكثر من 650 إصابة جديدة بكورونا أمس هناك العديد من المعايير التي أثرت في زيادة مستوى الخطر الوبائي في منطقتنا وفي مقدمتها معدل التطعيم المنخفض خلال فترة الصيف إقليم الفيف سينتقل أيضا إلى المنطقة الحمراء غدا السبت والسكان على استعداد للامتثال للقيود الصارمة الجديدة وقد شهد الإقليم تلقيح أكثر من مليون شخص بالجرعة الأولى ومعدل التطعيم في الإقليم آخذ بالازدياد نعم أنا سأتطعم قريبا لأنني أحتاج للتنقل أو للتسوق في المراكز التجارية وبوجه عام أحتاج للتطعيم من أجل العمل حسنا برأيي يجب إجراء اختبار أولا لتتأكد من أنك تتمتع بصحة جيدة ومن ثم تلقي اللقاح وفقا للأطباء فإن التطعيم هو الطريقة الوحيدة للوقاية من الإصابة بكورونا نحن سكان الفيف وضيوف المدينة إذا تجهلنا القيود والتدابير الجديدة ولم نرعي إلى أقصى حد قواعد السلام الشخصية وقواعد الحجر في المنطقة الحمراء وتراخى الناس في تلقي اللقاحات فإن نظام رعاية الصحية سيصبح على حافة الإنهيار منذ الأول من نوفمبر تم تجديد قيود الحجر الصحي في كييف من بينها إغلاق المدارس والعودة إلى التعلم عن بعد في حين ستستمر رياض الأطفال في العمل بشرط أن يكون الموظفون فيها قد تلقوا دورة التحصين كاملة تدهور الوضع الصحي في العاصمة بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي سجل أكثر من ألف إصابة يومياً وأكثر من ثلاثين أو حتى أكثر من أربعين إلى خمسين حالة وفاة وتبلغ نسبة إشغال الأسر اليوم ما يقرب من ثلاثة وستين بالمئة في إقليم الدنيبرو الذي يخضع لقيود الحجر ضمن المنطقة الحمراء منذ أسبوعين تجري عمليات تفتيش على المقاهي والمطاعم في هذا المقهى لم يكن لدى الموظفين أي شهادات تطعيم أو نتائج اختبارات بي سي آر سلبية فحررت بحق المدير مخالفة على الفور بعض الموظفين لديهم شهادات تطعيم لكنها ليست معتمدة بموجب القانون القانون ينص على فرض غرامات مالية بحق الموظفين المخالفين وأرباب العمل تنطبق قواعد الحجر الصحي أيضاً على وسائل النقل العام حيث تسير الشرطة دوريات للتفتيش على شهادات التطعيم أو اختبار بي سي آر للركاب وعلى المخالفين دفع غرامة تتراوح بين سبعة عشر ألفاً وأربعة وثلاثين ألف هربناء أظهرت تحقيقات خاصة أجرتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أن المركز الوطني لمكافحة المنشطات في أوكرانيا متهم بانتهاك معايير الاختبار الدولية وذلك بسبب إختاره اللاعبين منذ عام 2012 بمواعيد جمع عينات الدم لكشف المنشطات وهو الأمر المرفوض تماماً في أعراف الوكالة والمخالف لمثاقها كشفت الوكالة تلاعب المركز الأوكراني في العام الحالي عندما قدم ست عينات على الأقل زاعماً أنها أخذت من رياضينا خلال فترة المنافسة لكن التقصي أثبت أنها صحبت في وقت مختلف بهدف مساعدة اللاعبين على تلبية معايير عدد من الاختبارات قبل أولمبياد توكيو ونتيجة لكشف هذه الخروقات تمت إقالة إدارة المركز الأوكراني لمكافحة المنشطات انتهك المركز الوطني لمكافحة المنشطات في أوكرانيا معايير الاختبار الدولية وبناء عليه جرت إقالة مديره إيفان كوريلتشوك ونائبه يارسلاف كروشيك الوزارة تؤكد أننا نتخذ موقفاً واضحاً من مكافحة المنشطات ولن نسمح لأي شخص بانتهاك قواعد مكافحتها وسيكون رد الفعل على هذا الانتهاك عاجلاً وحازماً سيعقد الاجتماع القادم للجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وعدة في باريس في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من نوفمبر وهناك سيتخذ القرار النهائي بشأن بدء الإجراءات العقابية إذا تم تأكيد أن أوكرانيا لا تفي بمتطلبات قانون الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فقد يؤدي ذلك إلى فرض حظر هائل على مشاركة الرياضيين الأوكرانيين في المسابقات الدولية بفضل متبرع سخي كتبت حياة جديدة لفكتور بابي البالغ من العمر 54 عاماً الذي أجرت له عملية زرع رئتين في مستشفى الطوارئ في الفيف وهكذا أصبح الرجل أول مريض في أوكرانيا يخضع لمثل هذه العملية كيف غيرت عملية الزرع حياة هذا المريض وكيف تمت في التقرير التالي؟ لأكثر من عشر سنوات كان فيكتور يعتمد على أنبوبة الأكسجين لم يكن بمقدوره التحرك حتى في أرجاء منزله كانت الفرصة الوحيدة لحياته هي زرع رئتين جديدتين والآن مر شهران على العملية وهو في مرحلة إعادة التأهيل إعادة التأهيل صعبة لأنني عملياً لم أمشي لقد ضمرت عضلاتي ساقط أولمني كل شيء يؤلمني لكننا مستمرون إلى الأمام استغرقت العملية أكثر من 12 ساعة وقام بها أطباء من الفيف وآخرون بولنديون بعد أن انتهينا من زرع الرئة اليسرى ورقبنا عملها وأداءها وقد كان ناجحاً بدأنا العمل مع الرئة اليمنى سجل فيكتور على عملية الزرع منذ ستة أشهر تكلف العملية مليون ونصف مليون هريفنا لكنها تمت هنا على حساب الدولة وزود الرجل بالمسكنات التي سيتعين عليه تناولها لبقية حياته برنامج إعادة التاهيل يكلف أموال طائلة لا تستطيع الأسرة العادية دفعها دون دعم من وزارة الصحة ودعم مؤسسات أخرى لا يستطيع الشخص بعد الزرع أن يعيش بمفرده المتبرع كان رجلاً يبلغ من العمر 54 عاماً توفي بسكتة دماغية وأعطى أقاربه موافقتهم على نقل أعضائه ومن جسده أخذ الأطباء الكبد والقلب والكليتين وإضافة إلى فيكتور تمكنوا من إنقاذ حياة عديد من الأشخاص ماريا والدة المريض تقول أنها تتلهف للقاء عائلة المتبرعي لتشكرهم على إنقاذهم ابنها لا أعرفهم شخصياً لكني أتوق إلى ذلك أريد أن ألتقي أمه وأخته وولديه لشكرهم والتعبير عن خالصين دناني وتقديري أود حقاً أن أراهم وأطلب منهم القدوم لزيارتي أو الاتصال به سيواصل فيكتور إعادة تأهيله في المنزل وهو الآن يضع خططاً للمستقبل القريب أحلم بالذهاب لزيارة ابني والذهاب إلى البحر مع زوجتي منذ بداية العام أجرى الأطباء أربع وأربعين عملية زرع في مستشفى الطوارئ في الفيد في إطار المشروع الاجتماعي الذي أطلقته المؤسسة البولندية نعم للحياة كرس البابا فرانسيس جارسان سيقرع خلال المسيرة التقليدية من أجل حماية حياة الأجنة المهددين بالإجهاد في أوكرانيا الجارس المسمى صوت الجنين صنع في إطار مشروع يعارض عبليات الإجهاد ونقش عليه زخارف على شكر الحمض النووي ورانينه هو صوت رمزي لأولئك الأطفال العاجزين عن إصال صوتهم ورغبتهم بالحياة عشية عيد الهالوين استضافت حديقة حيوان تشيستر في بريطانيا حفلة من نوع خاص تناول فيها نزلاء الحديقة طعم العيد بطرق مبتكرة ومميزة من الحشرات وصولا إلى القطة الكبيرة انغمس الجميع بأجواء عيد الهالوين مع قرع منحوة خاص بكل واحد منها ووجد القائمون طرقا إبداعية لتقديم هدايا القرع اعتمادا على ما يفضله كل حيوان ومن هذا أنهم قدموا القرع المنقوعة بدماء الأسماك للسحال الضخمة وقاموا بحشو القرع بالفواكه اللذيذة لتتمكن الحيوانات العاشبة من الاعتفال أثناء تناول وجبة خفيفة بهذه الطريقة يحتفل القائمون سنويا رفقة أصدقائهم ويقدمون لهم المكافآت والهدايا التعرف على اللوحات عن طريق اللمس في متحف خاركف للفنون حيث افتتح معرض لنسخ من اللوحات الشهيرة منحوطة من الحجر الصناعي من بينها لوحة إلياريبنا رسالة إلى السلطان التركي ولوحة إكليل الزهور لكونستانتين تروتوفسكي بالإضافة إلى أعمال غرافيكية لجورجي ناربوت ويخطط المسؤولون لإضافة مجموعة متنوعة من اللوحات إضافة إلى دعوة المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لزيارة هذه المعارض إقامة هذه المعارض في المتحف تتيح الفرصة ليتعرف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على هذه الأعمال الفنية نحن بصدد إقامة مزيد من هذه المشاريع مستقبلا وفيما يلي بعض الأحداث العالمية التي وقعت في متى هذا اليوم التاسع والعشرين من أكتوبر ففي عام 1923 أعلن مصطفى كمال أتتورق قيام الجمهورية التركية على أنقاض الدولة العثمانية المنهارة وكان أولى رئيس لها 1954 حل الرئيس المصري جمال عبد الناصر جماعة الإخوان المسلمين إثر محاولة اغتيال فاشل استهدفت في معرفة باسم حادثة المنشية في 1955 غرقت البرجة الروسية نوفرسيسك في خليج سيفاستوبل بعد انفجار غامض في عام 1956 وبسبب تأميم جمال عبد الناصر لقناة سويس أغزت إسرائيل مصر وانضمت إليها بعد بضعة أيام فرنسا وبريطانيا في معارفة لاحقا بالعدوان الثلاث على مصر في عام 1961 فاز شاختار دينيس بكأس الاتحاد السويتي بكرة القدم لأول مرة من موليدي هذا اليوم في عام 1889 نيستورم مخنو وهو ناشط أوكراني في الحركة الأناركية وزعيم جيش الفلاحين المتمردين خلال الحرب الأهلية 1961 الممثل الروسي الفنان الأوكراني المكرم أليكسي هربانوف في عام 1971 الممثلة الأمريكية من أصل أوكراني وينون الرايدر والحائزة على جائزة جولدنغلوب والمرشحة مرتين لجائزة الأوسكار نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة يوتي بي شكرا لحسن المتابعة في أمان الله